بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثاني نرجع إن شاء الله إياكم من كم المحاضرات الابدومين اليوم راح ناخذ لكتشر ابدومين 4 بالنسبة للأوبجكتفز اليوم راح نبلش بالقاسر وانتستانال تراكت راح ناخذ من عندها الأسف القاس والاستومك قبل ذلك نعلم مكونات القاسر وانتستانال تراكت القاسر وانتستانال تراكت أو مختصرها الجي ا ا ا ا ت بدأت بوك ثم أسافيغاس ثم ثم القاسر وانتستان ديجينم جيجينم وإليم هذا هو الطريق الصغير مع ثلاث أشخاص. ثم بدأنا من الطريق الصغير. بدأت من السيكوم والأبنديس يأتي منه. ثم قولة الأسفل. قولة الأسفل. قولة الأسفل. ثم سيكوم والأسفل. ثم سيكوم والأسفل. ثم قولة الأسفل. هذا هو الطريق الصغير. من الأسفل. من الأسفل. ثم قولة الأسفل. 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 فائبرومسكولر توب. حوال 25 سنتيمتر. تحديد الأسفل. من الأسفل إلى الأسفل. أصدق على الأسفل. بداية الأسفل. ستتحدد بالأسفل. والأسفل. هذا هو واحدة من الكارتلج مال اللارنكس مال الحنجرة خدناها بالهيدونيك من الأفضل من الكريكول كارتلج راح كدي أدي الأسافغاس ات وچ لفل راح نحدده بالC6 إذن بداية الأسافغاس هي C6 إكستانس to cardiac orifice of the stomach اللي تنتهي باللفل T11 T6 يبدي الأسافغاس ويمتهي بدخولة إلى الفتحة يسموها الفؤادية مع الستومك اللي تنتهي باللفل T11 إذن من C6 إلى T11 الاناتوميكول كارتلج مال الأسافغاس خلوشوفوا الكارتلج مال الأسافغاس يعني بيجانز و ترمينات بيجانز في نك اوكي ات لفل C6 ات لفل C6 it continues superiorly راح يتلاقى وياللاريง لفارنكس دساني الاناتوميكول كارتلج مال الأسافغاس مدياستاينة position between راح ينحصر between the tracheae anteriorly and the vertebral bodies اللي هي تنتهي من T1-T4 thoracic T1-T4 and then enters the abdomen هنا راح يخترق الديفرام through the osteopageal hiatus الفتحة اللي خاصة بالمرأ اللي تكون the right cus of the diaphragm لعلى لفل T10 ذهن مهمات إذن الأسافغاس راح leaving the thorax to the abdomen through osteopageal hiatus at level of T10 صار عدي تحول هنا صار abdominal portion of the osteopageal تقريبا طولة 1.25 cm long 1.4 cm terminates by joining الكارديوكوريس of the stomach إذن هنا راح يدخل إلى the stomach at level of T11 what is the anatomical structure of osteopageal هاتس راح ندخل تقريبا نقول الhistology هاتس راح ندخل ضمن the structure من osteopageal نشوف شنو مكوناته شرز similar structure with many of organs in the elementary tract نعم نفس التيوب هو GIT التيوب esophagus stomach small intestine large intestine بعدين أنا الكن كله نفس التيوب فهي نفس المكونات اللي موجودة ضمن الول هي نفسة مع اختلافات بسيطة different so it's simple difference between each structure بس المكونات الأصلية نفس the same شنو هي هاي المكونات advantageous muscle layer sub mucosa and mucosa this one هنا transverse section راح يشوفو هنان longitudinal بتشوفو هنان adne المسل layer بعدين sub mucosa و mucosa اللي مواجه ال lumen وال outer layer كل شي advantageous ايضا نبينها ادي outer layer advantageous بعدين muscle layer ثم ناخد التالي زمال ها بعدين sub mucosa and finally mucosa نبدأ advantageous outer layer of connective tissue advantageous هي عبارة عن connective tissue ملاحظة يقولك very distal and intra peritoneal portion of ossa vegas has outer covering of cirrhosa instead of advantageous احنا قلنا ال ostoma ossa vegas هنرجع على الرسم هنا بالنسبة لل ossa vegas على طول امتداد احنا بال thoracic region cover by advantageous لكن من يدخل يدخل ال abdomen رح تتغير advantageous ال cirrhosa شون يفرق بين advantageous وال cirrhosa اثنين connective tissue but advantageous رح تكون more dense تكون اكثف ليش تحول الى cirrhosa بال abdomen لان abdomen covered by peritoneal cavity اصلا هي ال abdomen surrounded by cavity by lions by membrane اللي هي يسموها peritoneum فال اصيب قسم من يدخل ال abdomen ما يحتاج protection زايد فالسيرو زين تكون less dense than advantageous باعتبار انه موجود عندي berytonium covering or lining abdominal cavity من الباب ها السيكون هي المuscle liar خليشوف الorientation of the muscle liar تتكون من قسمين عندي external و internal or inner liar الا external تكون longitudinal longitudinal وال inner liar تكون circular الا external liar بال ossa vegas موسcle يقول composed of different muscle types in each third يعني الاسبغاس على طولة رح نقسم الى three parts ثلاث اقسام كل قسم من هاي الاقسام اللي كستان من رح تاخد special type of muscles خلي نشوف ها ثلاث 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 تكون type of muscle citriated voluntary muscle رادية الموضل ثلاث تكون mixed between citriated وال smooth muscle الانفيريار ثلاث يكون فقط smooth muscle يعني involuntary نجي على الطابقة الثانية اللي هي 7 mucosa 7 mucosa مالك ما اقدر افوت بها لان هي histology اكثر بها خلايا وبها fibers فشغلة الhistology مش عالتي نعبر على الميوكوز الميوكوز هنا بها epithelium اللي هو نوع يسمون non keratinized stratified sequemus epithelium نفس epithelium موجود بالسكن لكن الاسكن شي يسمون keratinized متقرن stratified sequemus epithelium هنا من نريد فرق epithelium مال osa vegas على الاسكن اقول epithelium مال osa vegas non keratinized stratified sequemus epithelium من اجي احتي على epithelium مال الاسكن اقول keratinized stratified sequemus epithelium هذا epithelium connecting with the columnar epithelium on the stomach من تنتي الاساب agas ينتي هيا epithelium مال ثل يو citratified ويبدي بال epithelium مع lstomach اللي يكون columnar epithelium 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 متناغم بحيث راح يصير عدنا يعي تقريبا لو اريد اشبه هاي الحركة شايفين شيس اللبن اللي بيروبا مني نشوف قبل الزاوية مالته وريد نفرغ اللبن شايفين شون نأصر نأصر الشيس وندفع بوشين داون نأصر وندفع لي جوه ونفرغ اللبن نفس المبدأ هنا هي هاي البرستاليسيز موفمنت الشيس مع اللبن اللبن بتأصر من عنده هو هاي البرستاليسيز مني هسا نأخذ الأسفاجيال السفينيكترز أو في الأسفاجاس؟ القابضات اللي موجودة بالأسفاجاس شينية؟ على البرستاليسيز ونفرق السفينيكترز أين جذنين؟ كما تصبح الأسفاجاس؟ كل ما عندها إلها شغل الأبر أو السوبرير واللور يعني تمنع خروج نأخذ الأبر أو السفينيكتر أول ما يحددها يقول وسنعرف شنو معنى ستريايتد مصل إذن هي إرادية يعني بداية تكوين الأوسافيقاس راح تتكون عندي سفينيكتر هذا وهنا مصل راح تكونها قلنا عليها ستريايتد مصل تمنع دخول الهواء من المجرى التنفسي إلى داخل الأوسافيقاس حسنا نقول anatomical شنو معناها anatomical anatomical يعني منبعو على الول نشوف أكوفاد مصل موجودة صارة مثل الحلقة دا سويني سفينيكتر يعني دا شوفها بالتشريح أو بالصور أو بالكدفر دا شوف فالسفينيكتر موجودة على شكل عبالة هالي يسموه anatomical إذا ما شفتها وموجودة هي الاسفينيكتر بس ما دا شوفها آني هاي يسموها فيزيولوجيكال هسا راح نأخذها اللور أسافيجال اسفينيكتر هاي اللي كونيكت الأسافيقاس ويالستومك فيزيولوجيكال اسفينيكتر لكيتد إن جاسرو أسافيجال جنكشن بنهاية الأسافيقاس شوفوا هنا هنا منشوف ذكينيكما المصل موجودة من الوال على شكل قابضة أو فاتشي ما نكو فإسموه فيزيولوجيكال هنا القاسرو أسافيجال جنكشن يحدد موقع هذا الجنكشن من أباوه علوه أدول السفينيكتر ما ألقاه الجنكشن ما ألقاه لأن الوال هنا كله ما بي لا ثكنينيك لا فد ساينز يطيني يقولي أنه هاي السفينيكتر موجودة هنا لا أكو فد ميراوينج ماكو علامات للسفينيكتر شون أحددها؟ أحددها من الميوكوزة أباوه على الإبيثيليا هنا يجيني مال الأسافيقاس يجيني بعدين يتحول إلى كولومنا الزون جنكشن هذي نقطة التحول هي لتمثل القاسرو أسافيجال جنكشن وبنفس الوقت يتحدد لي الأسافيجال السفينيكتر هذا هو السبب اللي يسموه فيزيولوجيكا ما بيها مصل خاصة به بعدنا باللور أسافيجال السفينيكتر إذلك السفينيكتر إذن إذا ما بيها مصل شون صارت السفينيكتر هنا هنا فور في نومنا أربع ضواهر راح تكويني هذي السفينيكتر خلينا نعددها الأسافيجال انترز السطامك آت 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 هنا نشوف دخلة الأسافيجال بالنسبة للسطامك راح تسوي مثل الزاوية هاي الزاوية تقريبا تسوي فد نوع من التخصر خلينا نقول الناروينك اللي ممكن يصير على شكل سفينيكتر هاي وحدة الوينز of the intra abdominal section of آسافيجاس are compressed when there is positive intra abdominal pressure إذن هالجزء مال الأسافيجاس اللي يدخل داخل الأبدومن راح يتعرض إلى pressure كلش عالي اللي هو يسمون intra abdominal pressure ناتج من القولون أو من الغازيز فإهن راح هذا الجزء الانترا يسمو intra abdominal portion مال الأسافيجاس راح ينضغط الوال مال موجودة موجودة وين exactly بال junction تدرون البثية متحول من نوع إلى نوع آخر وانا راح أصير نوع من التجعودات يسموه foldings أيضا هاي راح تسوي نوع من narrowing فتكوين اسم اكتر الفينام الرابع اللي هي right across the diaphragm has pinch cock effect pinch cock يعني قرصة الدك أو مثل القرصة واحد شايف من قرص يصير لفت شي بصابعة هي هاي يسموه pinch cock هنا هذا die from نفسه من يدخل بال osophagus بال osophageal hiatus راح يصير نوع من ال pressure عليه يسموه pinch cock effect أيضا راح يسوي narrowing كيف تتكون عندي هذه السفن كتر زين during syphagial peristalsis من يتحرك عند osophagus sphincter is relaxed to allow food to enter stomach مجرد ما يتحرك عندي تبدي عندي peristalsis مجرد osophagus هي هاي الفتحة راح تفتح من بحد ها عام تسمح بدخول food inside the stomach at rest function of sphincter is to prevent reflex of the acidic contents into osophagus بيه نحن نجون ingress يعني واحد ما يأكل هنا وظيفتها راح يصير بيها contraction turn the look على ما تمنع الاسيدي ما للسطومك تروح على الأوسافيقاس وتدرون هذا من 9 اللحموضة عندنا يصير الدجالي هاي شاء تأثى على اليهواية ومرات تصير عندنا إذا كانت الاسيدي كل عالية أو كانت أكور خاوة عندنا به الاسفيني كتر لين هي ما بها مصل تتحكم به مجرد واحد ما نفس يتضوج هذا راح يصير بها relaxation فالأسيلي تكون تسعد للمرأ فيصعد الدجالي يقوم يدور بيبسي وصفن زي الاناتوميك الريلاشنز هس الشي يحوط عندنا الاسفاقاس give rise to four constrictions in its lumen الريلاشنز مع الاسفاقاس اللي surrounded it راح تحوط بس بنفس الوقت شو راح تسوي بتضيقات concentricions عندي four constrictions تليميكا لكل مهم بك طبيب تفيد ني لان هنا مرات يصير عندي حال يسمى disphagia عسر البلع واحد ما يقدر يأكل من يأكل اللغمة يحس توقف عندنا بالاسفاقاس فهاي concentricions اللي هي normally موجودة نخلي ببعن انه ممكن الفود يوظف بهاي المناطق فخلنا نشوف شنو هاي المناطق اللي الموجودة بالاسفاقاس شو نحفظها يقول الconcentricions can be remembered using acronym A B C D فبمختصر مفيد يختصر بال A B C شنو معنى A B C D A هي larch of the award إذن أول concentricion راح يسول إياه هو larch lbronchus اللي هي left main bronchus هذي أيضا من يصير الريشن وهي الأسفاقاس راح يسول narrowing الكريكويد cartilage بداية الأسفاقاس إذن راح يصير عندي concentricion diaphragmatic هي تس جبن الأسفاقاس من يدخل الى الدايفرام راح يصير عندي narrowing فيسمون diaphragmatic hiatus هاي 4 concentricion اللي A B C دي هاي كل مهمة عندي clinically بما نصير حالة عصر بلاء راح نشك انه بهاي المراطق راح يكون عندي في الدفكت نجح الريلاشنز اللي يصوت لهاي concentricion الريلاشنز 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 ثوراسي ثوراسي vertebral bodies قلنا الأسفغاس نايم عليه ال vertebral bodies ثوراسي داكت هاي أجناء القناة اللفوية اللي سموه الثوراسي داكت ازايجوز veins descending our t هاي وين السربايكال والثوراسي بار الابدومن البوستير لش عندي رائد فيغاس نير والليف تقرس of the diaphragm نجح على الراي سايد السربايكال and ثوراسي عندي اللي اللي كفر اللنگ والترمين بار الزيجوز بالنسبة للأبدومن لها عندي الريليشن هنان داخل ضمن البريتونيو الليفت ايضا فقط عندي سربايكال ثوراسي اللي بلورا نفسها الليفت لنگ ساب كليبين ارتري يطلع من الارش والأورتك ارش نفسه والثوراسي داكت شوف الثوراسي داكت انها شانت عندي بالليف سايد وهنان كانت عندي بالبوستيريار سايد يعني اول ما طلعت بوستيريار بعدين حولت على الليفت سايد اوكي اوكي ما قسمنا اوصافيجاس البلد سبلاي اوصافيجاس يمكن انت سايد ثوراسي وابدومينا اوصافيجاس والجزو الخاص بالصوريجاس بالثوراسي والثوراسي الخاص بالصوريجاس شنو البلد سبلاي رسي اوصي 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 انفيريار تايرود ارتري which is branch of thyro cervical trunk نجي على هذا الرسم هذا هو الثوراسي بارت ضمن الثوراكس راح ينطي برانش الانفيريار تايرود ارتري راح ينطي برانش للأصافيجاس وأصافيجال برانش وايضا الثوراسي اوارت ايضا ينطي برانش زين الذين السدرينيج of الثوراسي part into systemic circulation occurs through branches of the ozygous veins and inferior thyroid vein نفس المبدأ inferior thyroid veins inferior thyroid artery هنا ثوراسي اوارت هنا راح يكون عندي ozygous vein انكمل راسكولات of ozygous بنسبة للابدوم part of the ozygous supplied by left gastric artery left gastric artery this one اللي هو من يجي يجي من السيليا كترانك ويا شن left inferior phrenic artery هذا اللي تابع الى ال diaphragm left phrenic artery عندي pair different right to left هنا left هو راح يكون مسؤول عن supplying of the ozygous this part has mixed venous drainage through two roots بالنسبة الvenous drainage هنا راح يكون mixed to portal circulation through left gastric vein left gastric vein this one من l-osophagus ويرجع على portal circulation على portal vein و systemic to systemic circulation through azygous vein هنا azygous vein هذا راح ينطين branch في يكون mixed جزء يروح لل portal circulation والجزء يروح إلى systemic circulation الجزء يروح لل portal through the left gastric vein والجزء يروح لل systemic circulation through the azygous vein okay these two roots form portal systemic anastomosis the innervation of osophagus osophagus innervated by osophageal plexus meningual osophageal plexus formed by combination parasympathetic and symbetetic fibers parasympathetic comes from vagal trunks and symbetetic fibers come from cervical and thoracic symbetetic trunks two different types of nerve fibers run in vagal trunks هس يحك على parasympathetic المتمثلة بال vagal يقولك two types of nerve شنون الأبر osophageal sphenictor and upper citriated muscle is supplied by fibers originate from the nucleus ambiguous هذه nucleus ambiguous موجودة بالمدلة oblingata هذه nucleus titty fibers element لل upper osophageal sphenictors through vagal trunks اتغذيلي الاسفنictor نفسه واتغذيلي السي triated muscles زي lower osophageal sphenictor اللي موجود هنا عندي وال smooth muscles of the lower osophageal is supplied by fibers originate from dorsal motor nucleus ايضا هاي النucleus موجود بالمدلة oblingata فتلاحظون هنان السورس of innervation راح يختلف بالنسبة لل osophageal ال upper osophageal sphenictor ويا deep deep cervical lymph nodes اللي موجود بال neck شوفوا هنا حسب المواقع يكون قريب على اللارينجس وقريب على النك فيروح لديب سربايكل لنف نوتز اللي موجودة بدنك الميدل ثير موجود ضمن المدياستاينل فيروح الى المدياستاينل لنف نوتز اللوير ثيرد دخل الابدومن راح يروح الى الليبت قاسريك والسيليك نوتز خلصنا الأسافيقاس هس راح ناخد قسمة الثانية اللي هو الاستومك الاستومك is intraperitoneal digestive organ located between osepagus and didino has j shape هنا شكلها j shape تقريبا j shape and features lesser and greater curvatures ترجو بيها lesser and greater curvatures anterior and posterior surfaces are smoothly rounded with peritoneal coverings كلك هنا عن anterior والposterior منتها covered by peritoneum صارة مثل التشوكلياتة شايفين هاي الانتوميكال position of the stomach خليشوف البوزيشون هالستومك هاي تريدني بالإكزامناشن من ريضة فحص الابدومن lies within superior aspect of the abdomen أروح قبل على superior aspect of the abdomen primarily lies in epigastric and embolical region هاي now region to the corner قسمناها الابيغاسريك والامبلائك المحصورة بها الاستومك exact size shape and position of the stomach can vary from person to person and with position and respiration هاي يقول لك size shape position called the stomach can be variation بخير سواء كان الهيوم واقف standing or sleeping راح تغير عند appointment سواء كان مثلاً يسوي مثلاً إيس بايريشن أو إيكس بايريشن أيضاً راح يتغير البوزيشن كلها سواء كان مثلاً إيتد يعني بماكل أو نوت هنا أنا أيضاً راح يتغير السائز والشيب مع الستومك فبيه بارييشن كل الشو هاي بالنسبة للستومك إذا نترك الستركتر أوف استومك خلنا أخذ الستركتر مالا consist of cardio أول قسم بعد الأوسفغاس هو راح يكون يسمونه الكاردية الفتحة الفؤادية أو القلبية هاي لتحوط الستومك نهاية الأوسفغاس هي الكاردية after that عند الفندس القبة راواند أوفن غاس فلد بورشن هنا أنا غا يصير بها هوا ما تنترز أبد لا فلود ولا فود يسمونه غاس فلد بورشن سوبرير 2 وليفت تذكاردية هاي الكاردية تكون الفندس السوبرير إلهي إلى الطريق الصحيحة البدي لارج سنترل بورشن أكبر جزء إنفيريير إلى الفندس أوكي البايلورس هوا هنا المشكلة بيه ديس آريا كونكت استومك تو جدنا هاي كل البايلورس اللي يروبط استومك ويه جدنا ديفايدد انتو شنو أقسامه بايلوريك أنترم الأنترم هنا أول شيء المدخل مع البايلورس يعني بداية البايلورس بعدين بايلوريك كانال هذا النروينج اللي موجود هنا عندي بايلوريك اسفينكتر اللي حوطته تضايقات اللي موجودة هنا إذن البايلوريك اسفينكتر إذن البايلوريك اسفينكتر الانترم بتكون من الكنال اللي سرواندي بايلوريك اسفينكتر البايلوريك اسفينكتر دي망اركات ترانس بايولوريك بلين أكل مفلام واحدة من اللانج ماركت اللي سنوي بالإجزاميناح المال الإبدومين وهذا يسمون الترانس بايلوريك بلين من سمه ترانس بالايولوريك بلين يعني ماشى ظن ال بايلوريك سفينيكتر يحددها بلا لفل L1 إذن خلاله أعرف أنه ترانس بايلوريك بلين بايلوريك سفينيكتر نجي على اللي لسر كيرفتر هنا عدد الريطان المدال مدال الترانس بايلوريك الصور هذه اللي لسر هذه النحناءات الموجودة بالاستومك حددها medial and lateral border ليش؟ لأن تقريبا الاستومك صارة بالسنتر و deviated to the left side فمن يريد يحدد البوردرز هنا أقرب شي للميدلين هو lesser curvature فالهذا قال medial border وأبعد شي بالنسبة للميدلين هو illegal curvature اللي متمثل باللترال فالهذا سماها medial and lateral بالنسبة للميدلين I mean this one forms long convex lateral border of stomach arising at cardiac notch هذه واحدة من landmarks of the stomach اسمه cardiac notch فالزاوية موجودة من منطقة الكاردي it arcs backward and pass inferiorly to the left تتقوس مننا وتروح backward and inferiorly it curves to right as it continues medially to reach pyloric entrance هذه الان هنا اكلها راح تروح توصل الى الانترال short gastric arteries and right and left gastro or mental arteries supply branches to the greater curvature اقول لك شنه هي subline مع greater curvature هي short gastric arteries هذه الموجودة هنا واليها right and left gastro or mental اللي هنا فسك تذكرون قلنا gastro ebibloic arteries نفسها كلها راح تغديل greater curvature مقابلها lesser curvature كمواصفات shorter concave medial surface of the stomach صحيح اقصر من greater وتكون medial side وتكون concave مقاهرة most inferior part of the lesser curvature formed angular notch شوفوا هلانا cardiac notch موجودة big greater وهنانا عندي angular notch او مرات sometimes الجراحين سموها incisura angularis نفس الاسم indicate junction of the body and pyloric region احنانا هذا المنطقة هاي angular notch اتحدد ارتباط الbody وهي pyloric entram or pyloric region lesser curvature gives attachment to hepato gastric ligament اذا نرجع لل peritoneal ligaments راح نشوف عندنا hepato gastric ligaments يطلع من lesser curvature connected to deliver supplied by left gastric artery right gastric branch of the hepatic artery subline مال lesser curvature هي left gastric artery هذا وconnected وي right gastric artery اللي يطلع من hepatic artery زين خلنا ناخذ الاناتومical relations of stomach ناخذ على شكل table بالنسبة للانتومical relations عندي هنا superior وعندي anterior وعندي posterior وهذه estructures superiorly الاسابيغاس will leave down of the diaphragm واضحا anteriorly ال diaphragm شوفوا هنا ال diaphragm superiorly بعد anteriorly صحيح مثل الخيم فوق the stomach greater omentum رحي سوو attachment إلى greater curvature في صرق قدامها anterior abdominal wall left loop of liver and gall bladder ذن يقول ان anterior relation لل stomach posteriorly lesser sac خدنا ذات ذكرون pancreas left kidney left adrenal gland الى صار فوق left kidney spleen or spleen artery وابل اضافة الى transverse mesocolon تقريبا موجودة هنا posterior relations in a better shape transverse mesocolon pancreas spleen kidney adrenal gland كلها صار posterior relation to the stomach spleen we get on spleen spleen stomach two spleen c stomach located at each orifice they control the passage of material entering and exiting the stomach this and this this and the pyloric sphenictor we go on the first one that is the surgeon spleen thing we took it in inferior osophageal sphenictor or lour sphenictor pauses استخدم ارتفاع المغلقين عبر السوفاجال سفينيكتر عن الطبع العطاء فضلك عن عهودة طبعا السوفاجس ديوني 1 تليف سفينيكتر بعد ثلاثانة رقم الوصفاج والاستومك which marks the transition point between السوفاجس والاستومك It allows food to pass through the cardiac orifice حيث هنا هذا الحدش كله بس مجرد إعادة بالإنفيرير السوفيجيال سفينيكتر وقلنا عليها هاي فيزيولوجيكال ديرز نو مصل كونترول البيلوريك السفينيكتر هاي مهمة عندنا تحدده بين البيلوريس وبين الججنم الكيم هو عبارة عن فود ميكس ويذ غاسترق أسد يعني الفود من يدخل إلى الستومك ينخبطوا إياه الاسد لما للستومك للغاسترق أسد راح يصير كايم يسمون كيموس فرون الستومك فشي سوي هو إنظم الكنترول أوفذي اكزيت أوفذكاين يطلع من الستومك باتجاه الدينو يسوي لك كونترول إن كونتراس تو انفيرير لور اسوفيجيال سفينيكتر كمقارنة ويهاية اللور اسوفيجيال سفينيكتر بسيز اناتوميكال سفينيكتر هاذي عضلية شوفوا هنا عندي مصلز هنا صارة بها تيكنينج بسوياتي عضلة هنا ماكو ايش إت كنتينز سموذ مصل ويج كونسي تركت تونيمت دسشارج أوفستومك كونتنز ثرو دور فس شوفونا عمد سوي ناروينك عمد تحدد الإجزيت من الفود امبتو أوفستومك أكرز انترمتنتلي هنا شنو بصورة متقطعة وين انترا قاسرك براجر اوفر كامز رسيستنز في بايلوريس البايلوريس هنا مزدود كونتنز موجودة عندي باستومك تريد تطلع فيصير براجر كلش قوي من يصير براجر باتجاه البايلوريس هنا شوي شوي رح تنفتح لكن تنفتح بصورة متقطعة تنفتح و تنسد مثل الصمام يدقو متعبر الفود باتجاه الددنا يسمو انترمتنتلي بصورة متقطعة بايلوريس إز نورمالي كونتراكتد سو ذات أورفز إز اسمول هو يقولك نورمالي من قاحة البايلوريس حتى لو ما تتقلصي هي من أصلها نارو نارو يعني هي متضيقة نورمالي هي كونتراكتد او نارويد شون الغرض من هذا حتى دورينج الرس ماكو كونتراكشن هاد البايلوريس مزدودة عنا متطي مجاعة للستومك سوي داجوسين للفود بصورة صحيحة قاسرك بيرستاليسيز بوشيس كاين ثرو بايلوريك كانال انتو دو دنام فور فوردر داجسيو بعد ايام نتكمل هادمات تدفع الفود باتجاه الدو دنام الغريتر واللسر اومنتا هسا راح ناخد انولا وذني عاديهن احنا بالبريتونيوم عاديهن everyév with a 건데 تت Three of afterwards اي anlamSe ادي الاومنتا هي عبارة عن فولد اوف بريتونيوم Both Aumenta اتاش تت wouldestomach الاومنتا هناكم في نوع من البريتونيوم اتاش تتمك ما أخذ اسم الأومنتي يعني كل شيء أومنتي أتاشتو ذا ستومك The greater omentum this one hangs down يتعلق from the greater curvature of the stomach يتعلق من the greater curvature of the stomach and folds back upon itself بعدين راح يلتوي بهالشكل هذا backwards الى الخلف يرجع على الترانسفيرس كولون ويتشلب به فصار عدي فولدينغز شوفوا هنا بالبروفايل the greater طالع من the stomach بعدين صار عندي هنا فولدينغز رايح على الترانسفيرس كولون it contains many lymph nodes and made here to an inflamed area therefore playing key role in gastrointestinal immunity and minimizing the spread of intraperitoneal infection يسمونه إذا كنت سميناه Policeman شرطي B lymph nodes يعني B خلايا immune cells أي infection يصير بالأبدومن راح يروح يسحف هذا the greater omentum ويروح على المنطقة ويسويه localization يحوطها ويدزلها إلى immune cells تقضي عليها ويسمونه Policeman شرطي الأبدومن ويساعد على المنطقة ويسحف هذه طبعا مقارنة بال greater at lesser curvature طالع العمن lesser curvature هذا and the same to attach to the liver أوكي it attach stomach and duodenum to the liver من اضاف الاسطوم هك راح يشمي عندي الديود نعم ايضا راح يسوي كونك شمي يليفر together greater and lesser omenta divide abdominal cavity into two greater and lesser sac هنا من اتكون عندي lesser والgreater omenta قسمة للأبداون الكافيتي الى two cavities واحد شبير هذا اللوني براون جوزي اسمي لي greater sac والجزء اليالو هذا اسميه lesser sac هذي كله فعل منه فعل greater and lesser omenta stomach lies immediately anterior to the lesser sac احدد هنا اقول لك الاستومك صار قدام lesser sac greater and lesser sacs communicate through epipeloic foramen which is the hole in the lesser omenta هل هي معزولات isolated from each other no مفتوحات واحدة على الثانية by what by epipeloic foramen هذي الفتحة او الجراحين دكتور صدام تسميه foramen of wenslow هذي يسموه epipeloic foramen هذي تربط greater sac with the lesser sac او the greater cavity وال lesser cavity نفس الشي epipeloic foramen وين صايره صايره ضمن اللسر omentum تدكو من حشان بقسم غسم laterally be thickening يسمون والقسم الثاني اللي هو عبارة عن شير يسمونه gas وهيباتك ورجعوا لي انتقروها هاي كلها هذي الفتحة تدخل ضمن epipeloic foramen the neurovascular supply of the stomach كلش مهمة انتنا طلاب دائما يركزون السؤال the plus supply of the stomach and the plus supply of the stomach كلش مهمة ناخذ الarteria supply to the stomach كم زفروم ciliac trunk بالبداية يقول لك ciliac trunk هو المسؤول عن ciliac trunk along lesser curvature by right and left gastric artery and along greater curvature by right and left gastro or mental artery هنانا هذي البرانشز من ciliac trunk راحسي anistimosis with each other anistimosis around the greater curvature نيجي عليه الارتريز اول واحد the right gastric artery this one right gastric artery من يجيني branch of common hepatic artery هاذا أصلا هو يجي من hepatic artery اللي بدورة يجي من ciliac trunk زين this one هاذا داركت يجيني من ciliac trunk the stomach after that left or right راحسي anistimosis around the lesser curvature of the stomach هذي الانستimosis بناتي okay رايد غاسرو or mental او ثم رايد غاسرو البلوك نفسه هاذا رايد غاسرو ما يجيني يجيني من gastro-diginal artery اللي يجيني الهيباتيك artery gastro-diginal this one اذن عندي صالة اثنين right gastric والغاسرو دينها راح يجيني من hepatic artery left gastro-diginal وياها left gastro-diginal artery اللي يجيني من splenic artery بعدين right gastro-diginal left gastro-diginal راح يكون anistimosis around the greater curvature the veins of stomach طبعا run parallel to arteries نفس التقسيمات من الارتري right and left gastric veins drain into hepatic portal vein آيوات short gastric vein left and right gastro-diginal veins drain into superior mezentric vein short gastric طبعت الى greater curvature و this one طبعت الى lesser curvature short gastric left gastro-diginal right gastro-diginal كلها drained by superior mezentric vein the innervation of stomach طبعا receive innervation from the autonomic nervous system in the involuntary organ والautonomic متكون من parasympathetic ansympathetic الparasympathetic arise from anterior and posterior vagal trunk derived from vagus nerve شوفوا vegas nerve من ينزل right to left من يوصل الى الاستومك هنا رح يتغير عدي رح يصير عدي يصير عندي يصير عندي ويصير عندي posterior left رح يكون anterior والright رح يصير posterior حفظوه بهالشكل رح يحصل السيمباتاتيك. من السيمباتاتيك. ما لسيمباتاتيك ترنك. ويجيبها الى السيليك قينجليون او بلاكسز. it also carries some pain trans من الفايبرز. بالاضافة هاي السيمباتيك راح تاخدلي فايبرز من البين. تشوف هنا هنا محدد لك هاي السيمباتاتيك من السيليك للتينين. تمشي عبر اللي غريتر سيطلانكيك مرض تصل الى السيليك غنجليون وتغذي للسطمك. هاي سمبهددك. البارة لا. البارة هو فيغاس. ليفت و رايت. الليفت راح يصير انتيرياري والريت راح يصير بوستيرياري انهاريك في السطمك. الليمفاتيك في السطمك. ان القاسرك لمفاتيك فازلز تراثل إذن اللمثي جلاند دائماً الكورسمالية راح يكون والأرتيز والأرتيز تقريباً دائماً ما أخذ مسار باللسر والأرتيز فأيضاً مسار اللمثي جلاند راح يكون باللسر والأرتيز كل هذا اللمث كلها راح ينجمع باللسر والأرتيز الموجودة. كلها رح ينجمعا بهاي المناطق كل هذي الفزلز تطلع من ذني القاسر والقاسر أو المنتال أو البلوك لمف نود كلها مرجحها إلى في الغروب يسمونه سيليك لمف نود موجودة في الغروب يسمونه في الغروب يسمونه شكراً لكم